اشتركوا في القناة اجديد معتوق اعلنا في بيانين منفصلين الاستقال من منصبهما واستعدادهما لتسليم السلطة لوزيرين اخرين في حكومة فتح باشااغا في تطور لافت في ظل السجال والصراع بين الحكومتين الوزيران اكد احترامهما لخيارات البرلمان الليبي بعد منحه الثقة لحكومة باشااغا واحذر من ان الخلافات السياسية قد تهدد بعودة الانقسام والصراع الى البلاد خطوة اعتبرها مراقبون بمثابة ضربة للتبيب تضع حكومته في مأزق سيما مع حديثه عن عدم شرعية الحكومة الجديدة واسراره على الاحتفاظ بالمنصب وعدم تسليم السلطة هذا ولم تستطع حكومة فتح باشااغا لغاية الان دخول ترابلوس لاستلام مقاليد الحكم في ظل مخاوف امنية وسيطرة الفصائل المسلحة هناك وبعد ان امر الاتبيب باغلاق كافة منافذ العاصمة برا وجوا ونشر مئات العناصر المسلحة في محيط المقرات الحكومية ومطار معيتيق الدولي ويسود ترقب لما ستقول اليه الاوضاع الميدانية في ليبيا بينما تتواصل جهود دولية من مختلف الاطراف لتفادي سيناريو اندلاع صراع حيث داع دول غربية كلا من الاتبيب وباشاغا للتهديئة ووقف التصعيد وفتح قنوات الحوار